مرحبا بكم في قناة تحفة يوب من طرفه بمواصلة تدريب ومباشرة العمل والمهام مع طول الضمانات المقدمة والأهداف الكثيرة هو التوعود بالعودة لسكة الانتصارات والإنجازات أو إذا منعوه من العودة ومباشرة التدريب والعودة للمنتخب ومواصلة مهامه سيجر بالماضي وليتصادي فورا عند نهاية المهلة إلى القضاء فمن بالماضي مصر إما أن يكمل مع المنتخب أو يرغم وليتصادي على دفع أكثر من 7 مليون يورو أي إفراغ والسنزاف كبير لخزينة الاتحادية المتدهورة أصلا لتكشف مصادر مقربة من جمل بالماضي أن هدفه المباشر من هذا الضغط وتهديداته لولي الصادي جاء لكون بالماضي مسر ومتحمس وعازم بشدة وبقوة على الاستمرار مع المنتخب الوطني إذ يريد أن يعود ويكفر عن كل إخفقات الأخيرة بإنجازات تاريخية وعقلية جديدة لإحدث الأفراح والانتصارات للجماهير الجزائرية التي لطلما صنعها لها حاليا الواضح من تحديد بالماضي لهذه المهلة وعرض كل شرطه وتعاهدته للإستمرار فقد سهل كل شيء وقدمت النزولات كبيرة وتعاهداته الأهم أما والي الصادي فهو لم يقوم بإقالته بشكل مباشر حتى يترك بالماضي هو من يستقيل ليتجنب أي ضغط منه ولكي لا يجره للفيفا ويصمر في الضغط إعلاميا لكن انتهى كل شيء له وكل محاولات صادي للضغط على بالماضي للاستقال فشلت وانتهت كل ضربته التي كان يواجهها لبلماضي خاصة بخرجة بالماضي الأخيرة والجميع يترقبوا الآن كيف سيكون الرد إن كان الصادي سيصاعد ويتحدى بالماضي ويخاتر بمسار المنتخب مع الفيفا أو سيرضخ لضغط الجماهير ولضغط بالماضي ويسمح له بمباشرة مهامه خاصة وأنه لا يخفع لأحد النار بالماضي يرغب بشدة الاستمرار ولا يزال هو المدرب الرسمي وإن كان كل ما جرى من الإعلام الرياضي هو مجرد تدليلات لتدليل وتشويش بالماضي وتشويهاتهم ضده ذهبت هباء منذورا لأنه لا يزال قويا وعازم على الاستمرار رغم كل عوائق في طريقه ثم رأيكم بكل صراحة مع إصرار بالماضي في الاستمرار وتهديده لصادي إما يتركه يصمر مع المنتخب أو يجره لمحكمة الفيفا وهل تعتقدون أنه فعلا لو عاد بالماضي سيحقق إنجازات أخرى مع المنتخب؟ خرج لا تصدق وقعتها سفارة في الجزائر وساعة السفر لقطع العلاقات فماذا حدث والرئيس بون يلغي زيارة بعد كل تأجيلات؟ بداية السفارة الفرنسية في الجزائر تتخطي كل خطوط الحمراء بخرج جديد أيام فقط بعد أن أدلهم الرئيس بون ورفض زيارة فرنسا وأدل وزير داخليتهم ورفض إعادة العلاقات مع ماكرون حيث يبدو أن فرنسا تعمل الظهور باستفزز جديد وكبير جدا سينهل على قاتل محال كليا وطريقة العودة معهم إذ أنه في ذكرى احتفالية وطنية فرنسية هراحت سفارة فرنسا تمجد وتشكر وتستذكر الحركة وتعطم مقام به من خيانة لبلادهم الجزائر بما أن تلك الفئة غادرت بالجزائر وتعاونت حينها مع فرنسا وعجيشها ضد الجزائر وكل الشاب وكانت فرنسا نقلت أغلبيتهم إلى أراضيها هذا وسخر الشعب الجزائري ومراقبون دوليون من فرنسا الذين بعد أن أدلهم الرئيس بون قبل أيام ورفض الصلح مع ماكرون لجأوا لهذا الاستفزاز الذي وصفته الجزائر بالدنيا ولن تسكت عنه وصدم حينها ماكرون الذي أرد الضغط على تبون ليعيد كل مهاجر نحو الجزائر وحاول فرض القرار ليصطدم بقرار من الجزائر الذي أغضبه وجعله يتخبط خاصة وأن الجزائر طرتت أغلب الشركات الفرنسية واستبدلتها بشركات عالمية وأحسن جودة وبمصالح مشتركة عن الفرنسية الأنانية على حد وصف مسؤولين جزائريين وخبراء كما أنه ليس مستغربا هذه الخارجة لأن ماكرون أصلا قام مؤخرا بتكريم الحركة دافعا لهم أموال طائلة وضخمة وشكرهم على كل مفعاله من خدمات لبلاده فرنسا ضد بلادهم الجزائر التي كانوا انقلبوا عليها كما أن الرئيس بون حاليا ألغى كليا كل الزيارات إلى فرنسا بعد أن أجل تلك الزيارة في العديد من المرات في رده على ماكرون وكل استفزازاته وخرجاته للعلم فإن فرنسا تتعمد كل هذه المحاولات والضغط على الجزائر بشار إما أن تقبل الصلح وتعيد النفور الفرنسي في الجزائر أو إحداد تشويش واستفزازات دائمة ومتكررة على الجزائر لكنه لن يتمكن من ذلك لأن الجزائر قصت كل النفور الفرنسي ولا رجعت في ذلك حفاظا على سيادة وقدر الجزائر أمام الغطرس الفرنسية أمريكا تقوم بخطوة سريعة مع الجزائر ومباشرة بعد منع رئيس بون لبواخر فرنسا وتطلب من الجزائرين الاستعداد أكبر وخطوات استثنائية وهكذا أنقذت الجزائر مغاربة من قبلة حفتر واستطاحت حمايتهم وإهادتهم بداية وبعد أن أوقفت الجزائر استيراد العجول والأبقار من فرنسا قبل يومين أمريكا تدخل الخط سريعا وتطلب من الشعب الجزائر الاستعداد ليس لإرسال العجول والأبقار فقط وإنما لإحداد طورة في هذا القطاع في رد مباشر على فرنسا واستغلال فرصة للدخول سريعا مع الجزائر خاصة بعد اتفاق البلدين على التعاونات والشركات والاستثمارات في كل المجالات حيث كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر أن واشنطن سعيد للغاية بتعزيز شركات زراعية قوية مع الجزائر وقد تم ضم أول ملتقى لعلم الوراة على الإطلاق مع عروض توضيحية والذي جمع كبار الخبراء في مكان واحد مشيرة إلى أن الوراة البقارية الأمريكية متجهة الآن إلى الجزائر وقالت سفارة الأمريكية استعدوا لطورة الألبان والطورة الحيوانية في الجزائر ففي البداية تبدأ بالاستيراد ثم تبدأ بالإنتاج هي أيضا وتحقق الجزائر اكتفاء هدتي حسب أمريكا ودرسوا في اللقاءات مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيت مور أوبيون سبل تعزيز تعاون تناي في الأمن الغدائي والبحث الزراعي إضافة إلى تعاون تقني في مجال الوقاية ومكفحة حرائق الغابات السفيرة الأمريكية دعت المستثمري الأمريكان أيضا للدخول بقوة في الجزائر للاستثمار فيها في كل المجالات مع التسهيلات المغرية التي أقرها الرئيس سبون كما دعت أيضا شعبها لزيارة الجزائر لما فيها من أماكن خلابة وسحيرة لصياحة وبحسب بيان للوزراء أكلت طرفان على إيرادة البلدين في تعزيز علاقة التعاون والتجسيد مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي بالنظر إلى القدرات المتوفرة في الجزائر والفرص المتاحة للمستثمرين وتعتبر هذه الخطوة صدمة كبيرة لفرنسا لأنه فورا منع ورفض الجزائر وتوقفها لدخول العجول والأبقار من فرنسا موقفة الاستيراد كليا من فرنسا تفاجأ ماكرون بدخول أمريكا الخطوة قالت صحف فرنسية أن كل هذا يبدو أنه كان متعمدا ومجهزا من الأول من طرف الجزائر ومتفق مع أمريكا في ذلك خاصة بالنظر للتطور الكبير في العلاقات الجزائرية الأمريكية بتقارب لم يحدث بهذا النسق الكبير والمميز من قبل بعد رفض استقبال ولا تهنئة ولا تعامل مع الوزار الأول فرنسي من الجزائر ماكرون يروغ ويستبدلها بوزير آخر جديد لكن الوزار الأول العرباوي بالمارسات فماذا حدث والشرط والممنوع إطلاقا عليهم دخولها بداية وبعد الجدل الكبير مؤخرا على إذر كشف مصادر صحفية عيدة عن رفض رئيس الوزارة الجزائرين دير العرباوي استقبال رئيس الوزارة الفرنسي الجديد غابريال أتال ليحاول ماكرون المروغ لتوجيه وزار خارجيته الجديد الذي يقول خبراء أنه عينه خاصصا لأنه وراء حملة قد هدى النظام المغربي ويعتقد ماكرون أنه بتعينه هذا وزار الخارجي الجديد ستقبل الجزائر سريعا استقباله وإعادة العلاقات